قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في الأراضي السورية قد تكون ضرورية في المستقبل وقال الأسد في مقابلة مع وكالة سبوتناك إن النظرة إلى القواعد العسكرية لا يجب أن ترتبط بموضوع مكافحة الإرهاب وأن وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم واعتبر الأسد أنه لا يمكن للدول العظمى اليوم أن تحمي نفسها أو أن تلعب دورها من داخل حدودها لا بد أن تلعب الدور من خارج الحدود من خلال حلفاء موجودين في العالم أو من خلال قواعد كذلك أكد رئيس النظام السوري على همية أن تكون القواعد العسكرية الروسية في سوريا مسلحة بأفضل الأسلحة كي يكون لها تأثير رادع وتعليقا على إمكانية نشر أسلحة وصواريخ فرد صوتية في القواعد العسكرية الروسية في سوريا قال الأسد إن هذه القواعد يفترض أن يكون لها تأثير بالردع أو بالتوازن وأن تسلح بأفضل الأسلحة سواء كانت صواريخ فرد صوتية أو أية أسلحة أخرى أكثر تقدما ورفض الأسد الكشف عما إذا كانت موسكو ودمشق قد اتفقتا على تصدير أنظمة دفاع جوي إضافية إلى سوريا قال إن روسيا تلعب دورا مهما في الحفاظ على علاقات جيدة بين سوريا وتركيا وهو يثق بدورها كوسيط لتسهيل الاتصالات بين البلدين واشترط الأسد انسحاب القوات التركية من سوريا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معتبرا أن الانسحاب العسكرية التركي من الأراضي السورية هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يحدث بعده الاجتماع مع أردوغان ووصف رئيس النظام السوري تركيا بالدولة المحتلة وأنها لعبت دورا سلبيا عبر دعم منظمات يعتبرها نظامه إرهابية واعتبر الأسد أن هدف مفاوضات أستانا وجنيذ يجب أن يكون استعادة لاستقرار في سوريا